ترك التألي على الله وترك الحكم على البشر واحدة من أهم بذور الخير في حياتنا دعونا اليوم في حلقة هذا اليوم نناقص موضوع التألي على الله في برنامج بذور الخير فحياكم الله وجل واحدة من مشاكل مجتمعاتنا اليوم هو تقسيمنا لبعضنا البعض وتقسيمنا على أساس ديني والحكم على بعضنا البعض وعلى مصائر الناس فلان جنة وفلان نار وكأن المتحدث يعني يملك مفاتيح الجنة وعنده قائمة الأسماء ويملك مفاتيح النار عنده قائمة الأسماء ويحكم على الآخرين هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار يعني سيدنا حذيفة بن اليمان أطلعه النبي عليه الصلاة والسلام على أسماء المنافقين أطلعه أخبره وسيدنا عمر كان يلحق وراه يركض وراه يا حذيفة أنا منهم ويرفض أن يتكلم وهو مطلع على الأسماء بالإسم ويرفض أن يخبر وبعض ناسنا اليوم مقسمين المجتمع المسلم وطبعاً لما يقول المجتمع المسلم فضلاً عن أن يكون في بيننا إخواننا من أهل الديانات الأخرى سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين لكن الفكرة في التقسيم والحكم على مصائر الآخرين وإدخالوا من نشاء إلى الجنة وإدخالوا من نشاء إلى النار وما درى المسكين أن الجنة والنار مختصتان بالله الذي خلقهما هو اللي بحط الشروط أنا علي أعمل لأدخل الجنة وعلي أعمل لأهرب من النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس هذا هدفي ليس من مهماتي في الحياة الدنيا أن أقسم الناس ليس من مهماتي في الحياة أن أبدأ بتقسيم المجتمعات وتفتيتها وتصنيف الناس هذا التألي على الله عز وجل أنه ربنا ما رح يغفر لفلان وربنا ما رح يدخل فلان الجنة وربنا ما رح يدخل فلان النار وفلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار وفلان كافر وفلان منافق وفلان مبتدع ليس من مهمة المسلم التقسيم مهمتك أن تدعو ونقطة مهمة أنت عندما تحكم على مصير إنسان بأنه من أهل النار هل هدفك تكثر أهل النار ولا تكثر أهل الجنة يعني بدل أن نبحث عن أعذار لبعضنا البعض لنبقيهم في دائرة الجنة قاعدين نبحث عن مثالب لنخرجهم إلى دائرة النار أي كمان مشكلة أكبر منها يعني المشاكل الكبرى اليوم بدل أن نبحث عن النقطة المنجية نحن نبحث عن الشيء الذي يخرج الناس من الملة ويدخلهم في مصائر أخرى بدل أن نبحث عن ما يوحدنا جميعا بدأنا نبحث عن ما يفرقنا ومع الأسف عندما تجد أن هذه اللغة مستساغة لدى الناس طبعا لضعف المعلومة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأيام سمع خصومة على باب بيته واحد بيقول للثاني يعني راعيني في الدين وبعد جلك يعني واحد مستقرض من الثاني عليه دين ألف فقال يعني خليها تسعمائة والآن بدفع يستوضعه يستوضع يعني حط من الدين وأنا أستعجل وذاك يقسم بالله أنه لا يضع شيئا ما بسامحك بشيء فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قال أين المتألي على الله وين هذا اللي قاعد بيحلف بالله إنه ما راح أسامح ولا راح أبذل ولا راح أعطي فقال أنا يا رسول الله فقال تتألى على الله عز وجل تفعل الخير فهو شعر بالذن قال يا رسول الله انظر أي الأمرين أحب إليه وأنا قابل اللي بدو يا خلص لأنه كان الناس تسمع الكلام تسمع النصيحة ستنا عائشة رضي الله عنها يوم الأيام توفي طفل من الأطفال وكل قواعد الشريعة بتقول أنه من يموت قبل البلوغ ولا ذنب عليه ولم يجرعيه قلم ولا حساب ولا ملائكة ولا 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 إنه من أهل الجنة القواعد تقول هكذا وإذا بسيدتنا عائشة رضي الله عنها تقول هنيئا له طير من طيور الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين المتألع على الله ومين هذا اللي قاعد دخل الجنة من يشاء ويخرج منها من يشاء وهي أم المؤمنين وتسير حسب القواعد وكان مفروض أن تقول مش تصعيح لستنا عائشة لكن لو واحد سأل ما هو المفروض الشرعي المفروض الشرعي أن نقول يا رب لك الحمد يجعله إن شاء الله من أهل الجنة لكن مش أنه من أهل الجنة إن شاء الله يكون من أهل الجنة نعزي وإن شاء الله أنه من أهل الجنة لكن لنجزم على الله لأنه ليس من صلاحيتنا على الله أن نجزم إنه فلان جن وفلان نار اليوم تعشوف المجتمع كيف يقسمه إفلان صوفي إفلان سلفي إفلان كذا إفلان كذا إفلان شافي إفلان حنفي إفلان وينسون قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم على الجنة وحسابه على الله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم وبعدين وحسابه على الله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق هذه خمس شروط أدخله الله الجنة وين في الجنة على ما كان منه من عمل على ما كان منه من عمل هو اللي بحاسب مش أنا اللي بحاسب أنا لا أحاسب البشر ليس لنا صلاحيات المحاسبة وليست لنا صلاحيات أن نحكم على الناس بقبول العمل أو بطلانة وليس لنا صلاحيات أن نحكم على مصائر الناس وليست لنا صلاحيات أن ندخل الجنة من نشاء ونخرج منها من نشاء نحن ندعو للناس بالهداية ندعو الله أن يكثر أهل الجنة أن ينجي الناس من النيران أن يختم لهم بالحسن هذا دعاءنا لكن هل لي أنا صلاحيات أن أحكم على فلان بكذا وفلان من كذا كان النبي عليه الصلاة والسلام طالع في غزوة واحد أبل بلاء حسنا في الجهاد ونقلوا الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أحد الصحابة يا رسول الله هنيئا له هنيئا له الجنة هذا واحد أهل الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بما آتاه الله من علم الغيب كأنه النبي نكس رأسه وقال هو في النار ان صدموا الصحابة يعني كيف في النار بس ما أحد ناقش النبي لأن النبي لديه معلومات أنا مش موجود عندي في اليوم الثاني أصيبت يده لهذا الصحابي أصيبت يده كأنه قطعت يده ضرب ضربا مؤلما فلم يحتمل الألم فعمد إلى سيفه فجعل الذبابة في صدره يعني حد السيف حطه في صدره ثم اتكأ عليه فقتل نفسه فعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لأحد أن يتألى على الله فيحكم أن فلانا من أهل الجنة أو فلان من أهل النار فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو باع فبروه عامل بعمل أهل النار شانيك نسأل الله الثبات اسأل الله الثبات يا مثب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مش أنا أحكم عن ناس مش أدخل الجنة مما بدي وأطلع من أريد أنت أنجو بنفسك أنجو بنفسك عند الله وأدعو الله أن يثبتك واستودع المولى تبارك وتعالى الشهادتان حتى يذكرك بهما عند لحظة النزع اللي لحظة تحديد المصير خالدين فيها أبدا علمين أو عشمال خالدين فيها أبدا مهمتنا في الحياة أننا هداه لسنا جباه ولا حاكمين نحن لسنا حكاما على مصائر البشر من أكبر الأخطاء اللي بتطلع من ألسنتنا وتصدر عن ألسنتنا عندما نحكم على الآخرين فلان منافق تعرفش يعني منافق يعني في الدرك الأسفل من النار وهل أنت رب النار حتى تحكم على فلان بأنه منافق فلان منحرف وهل أنت أعلم بالسرائر فلان ضال وأنت أعلم بالنوايا فلان مرائي وهل تعلم ماذا في قلبه مش يمكن واحد تراه عاصيا اسمع مني مش يمكن واحد أنت بتشوفه عاصي وأله أعلم كم ينفق على يتيم وفقير ومسكين ومحتاج مش يمكن واحد ظاهره العصيان وباطنه طاعة الرحمن قد تعلق قلبه في المولى فسبقك إلى الجنة يا من تظاهرت بمظهر الدين مش يمكن موجود إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث ربنا خب ثلاث في ثلاث أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا يمكن أنت تسجي قط فيكون سبب في دخلك الجنة ما بتعرف الرجل سقى كلبا من الماء فأدخله الله الجنة إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا يمكن من طاعة الله نمل ماشيه وترفع رجلك ما تدعسها لا تقتله فتكون في طاعة الله لأنك وراعي في كل خلق وجه من خلقه فليس احترامك لذات النملة لأنها نملة ولا لأن قانونا يعاقبك ولكنك احترمت النملة احتراما لمن أوجدها في الوجود سبحانه وتعالى أبدا إن الله أخفى طاعته في رضاه رضاه في طاعة فلا تحقرن من الطاعة شيئا وأخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا يمكن كلمة ضيع مستقبلك عند الله عزيزي ما بتعرف يمكن نكون قاعدين في قاعدة ونجيب سيرت فلان وانت تروح حكي لك كلمة عليه وتكون السبب الكلمة في دخولك الجهنم الله أعلم ما احنا بتصير عنا في القاعدة منمدح فلان فلان رجل طيب بيجو عشي قولك ايه رجل طيب عندي عندي كل قصصه وكل حكاياته وانا اللي بعرف وانتو ما بتعرفوه ها كلمة إن الله أخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا والثالثة وَأَخْفَأَوْلِيَاءَهُ فِي عِبَادِهِ فَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْعِبَادِ أَحَدًا لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْعِبَادِ أَحَدًا فَقَدْ يَكُونُ الَّذِي احْتَقَرْتَهُ بِعَيْنِكَ هُوَ وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ إِلَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ اللَّهُ فِي قَسَمٍ رُبَّ أَشْعَثْ شَعْرُهُ أَغْبَرْ وَجْهُمْ غَبَّرْ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ لو فتحت الباب وشوفتم بتسك الباب حسن على الشام ما تشوفه هذا في نظرك هذا في تقديرك هذا في موازينك رُبَّ أَشْعَثْ أَغْبَرْ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ ذو طمرين ملابسه مهتري ما بتسواش درها مين هذا عندك لو أقسم على الله لأبره لو قال في شهر سبع والله يا رب اللي تشتيها اليوم بشتيها شو ها عشانيك ليس من مهمتنا انقسم الناس جمعوا ولا تفرقوا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسمي المكان جامعا أن يجمعنا يوحدنا يحتضننا يكملنا اليوم جوامعنا مع الأسف بعض منها أصبح مفرق وليس مجمع ينقتل مع بعض البعض حرك إصبعه أو لم يحرك وضع يده أو لم يضعها جهر بالبسملة أو لم يجهر قال آمين ولا كتمها سماه الله جامعا ليجمعنا ليوحدنا ليضمنا ليكتلنا مع بعضنا البعض ليس من صلاحياتنا أن نحكم على الآخرين واحدة من أكبر المشكلات عندما نبدأ بتقسيم المجتمع وتقسيم بعضنا البعض نسأل الله عز وجل أن يوحدنا ولا يفرقنا وأن يجمعنا ولا يشتتنا إنه على كل شيء قدير أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته